انفينيكس كانت بتنزل موبايلات في الفعل اقتصادية او تحديدا في الفئة السعرية اللي هي من اول الف وخمسمائة جنيه لحد الفين وخمسمائة جنيه. من فترة انفينيكس نزلت الانفينيكس نوت سيفل في الفئة السعرية بتاعت التلات تلاف جنيه. والموبايل ده حقق نجاح كبير جدا جدا لانه كان بيقدم قيمة مقابل ساعة. المهم انفينيكس من اسبوعين نزلت في الفئة السعرية بتاعت الاربع تلاف جنيه. وده الموبايل اللي هنتكلم عنا النهاردة. لايقك الجميل ويريد تشرفني باشتراكك في القناة وتفعل زر الجرس حتى تشوف كل جديد انا بنزله. ويلا بينا نبدأ مراجعة. ابدأ بالتصميم. خمات الموبايل من البلاستيك والفريم من البلاستيك. وزن الموبايل متين جرام وفي منه تلات الوان. اللون الفضي واللون الاخضر واللون الاسود. ظهر الموبايل موجود في مربع الكاميرات الخلفية ونهاية الظهر اللوجو بتاع انفينيكس. خمات الموبايل البلاستيكية طبيعية جدا بالسعر ده. نادرا لما بنلاقي خمات ازاز بالسعر ده. بالنسبة لتصميم الموبايل حلو جدا. الصراحة تصميم الموبايل عجبني جدا خصوصا شكل الكاميرات الخلفية. في الاول في الاخر الحاجات دي ازواء ممكن اللي عجبني انا معجبكش انت والعكس صحيح. لكن مفيش اي تعقيب سلبي عندي بالنسبة الجزئية تصميم وخمات الموبايل. بالنسبة للشاشة شاشة الموبايل بحجب ستة وتسعة من عشرة بوصة يعني سبعة بوصة. من نوع اي ب اس بدقة فول اتش دي بلاس بتردد تسين هيرتز. الشاشة كاملة وفيها سقبين على شمال الشاشة موجود فيهم الكاميرات الامامية. الحوف بتاعت الشاشة قليلة جدا ومقبولة جدا بالنسبة لسعر الموبايل. الالوان بتاعت الشاشة حلوة جدا والسطوع بتاع الشاشة ممتاز ومفيش فيه اي مشكلة. نوع الشاشة الاي ب اس حلوة جدا ومقبول جدا بالسعر ده. اي نعم مش سوبر امرد ولكن انت واخد شاشة بتردد تسعين هيرتز. صعب تاخد تسعين هيرتز مع شاشة سوبر امرد. يا اي ب اس وتسعين هيرتز يا سوبر امرد وستين هيرتز. عموما شكل الشاشة اللي بصقب على شمال الشاشة ممتاز جدا والخلاصة ما عندش اي تعقيب سلبي في جزئية الشاشة. بالنسبة للاداء المعالج الموجود هنا ميديا تيج جي تسعين تي مع اندرويد تين مية تمانية وعشرين جيجي زاكرة داخلية وتمانية جيجا را مساحة ورا ممتازين جدا. بالنسبة للآب بوب جي هتلعب على هاي اتش دي كل فيديوتي هتلعبها على واداء الموبايل في التناقل بين التطبيقات او التصفح او افل او بدء لعبة جديدة سلس جدا وما فيش فيه اي مشكلة لان المعالج قوي والشاشة التسعين هيرتز بتفرق معاك في الاداء وبتدي لك نعومة وسلاسة في الاداء ممتازة جدا جدا. والمعالج ده بالسعر ده حلو جدا. سواء في المهام اليومية او حتى في الالعاب. والخلاصة انا ما عندش اي تعقيب سلبي في جزئية الاداء. فع كاميرات خلفية موجودين في ظهر الموبايل الاولى اربعة وستين ميجا بيكسل الاساسية. التانية تمانية ميجا بيكسل للتصوير الواسع. التالتة اتنين ميجا بيكسل ابيض وسود. الرابعة اتنين ميجا بيكسل مخصصة للعزي. والكاميرا الامامية تمانية واربعين ميجا بيكسل. والكاميرا الامامية التانية 8 ميج بيكسل للتصوير الواسع اداء الكاميرا الخلفية الاساسية في النهار تفاصيل حلوة جدا والالوان حلوة بس مصفرة شوية مش افضل حاجة واداء الكاميرا الخلفية الاساسية في التصوير الليلي ممتازة جدا في نيت مود عالمي واداء الكاميرا بتاعة التصوير الواسع الخلفية عادية جدا ما فيش فيها اي جديد واداء الكاميرا الامامية الوان حلوة جدا والتفاصيل متوسطة بس الالوان برضا هتحساها مصفرة حبتين. واداء الكاميرا بتاعت التصوير الواسع الامامية حلوة جدا واعتمد عليها بشكل كبير. واداء الكاميرا امامية في التصوير الليلي حلوة جدا وفيها ناية موت برضو عالمي. كمجمل كاميرات انفينيكس زيرو ايت حلوة جدا واعتمد عليها بشكل قوي جدا. ولكن مش افضل كاميرات بالسعر ده. ولكن برضو مش هتأثر معاك في اي حاجة خاصة. بسبب الوسائل الامان البصم مدمج مع زر البورة واداءها سريع جدا. الفيس النوك مدمج مع الكاميرا السيرفي واداء برضو سريع جدا. بالنسبة لسخنية الموبايل قليلة جدا ومش هتضايقك ولا تعمل معاك اي مشكلة. بالنسبة للصوتيات السماعة الخارجية صوتها عالي وواضح ونقي وسماعة بتاعة المكلمات صوتها عالي جدا. والسماعات الازن برضو صوتها عالي جدا. شبكة المكلمات ممتازة جدا. وشبكات الواي فاي قوية جدا حتى على المدى البعيد. بالنسبة البطارية بطارية الموبايل اربعة تلف وخمسمائة ميلي امبيرا تكفيك حوالي تمن ساعات شاشة مفتوحة. وتقدر تشحنها في ساعة واحدة بس بالشاحن التلاتة وتلاتين وات اللي جاي مع الموبايل عن طريق منفز الشاحن التايب سي. الموبايل اربعة تلف وخمسمين جنيه للنسخة الوحيدة الموجودة منه مية تمانية وعشرين جيجا بايت زاكرة داخلية وتمانية جيجا بايت رام. سعر الموبايل حلو جدا. وانكن تفضل يقل سعر عن كده حوالي تلتمية جنيه. مميزات خمس مميزات. شاشة كبيرة وحلوة جدا. معالقة قوي جدا بالسعر ده. بطارية كبيرة وشاحن سريع. وسائل امان سريعة. وخامس واخر حاجة كاميرات ممتازة جدا. سواء الكاميرا الامامية او الكاميرا الخلفية في التصوير الليلي. وعيوب انفنيك زيرو ايت ترتي عيوب. تصوير الكاميرا الامامية او الخلفية في النهار مش افضل حاجة. ما فيش مايك سانوي العزل الدوشة وانت بتتكلم. وتارية حاجة تصوير الفيديوهات مش افضل حاجة. ورأي الشخص في انفنيك زيرو ايت الموبايل بيقدمنا قيمة مقابل سعره بجد متكامل بسعره كتصميم وكشاشة كبيرة. اداء قوي جدا وسلس بطارية كبيرة وشاحن سريع. صوت عالي جدا وسائل امان سريعة. وكاميرات مش افضل كاميرات بالسعر ده. ولكن برضو من افضل الكاميرات اللي ممكن تلاقيها بالسعر ده. وصلنا بقى لنهاية الفيديو. طلاب الوحيد ادعمني بلايكك جميل وانزل واشترك في القناة انت مش مشترك وفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد انا بننزله. تابعنا على فيسبوك انستجرام حتلاق رابط كلها موجودة في صندوق الاصف تحت الفيديو. كان عادة انا معكم سيد ابو زيد واشوفكم في فيديو جديد بازن الله.